اللي البعض بقي كيقول اه المغريب هادا غير المغريب. لا دار المغريب و اجرك على الله. هادشي اللي دار المغريب مؤخرا غادي نمشيه جميع غادي نتأملو فيه اه كدلك. قبل هادا وداك بغيت نقول لكم بانا اليوم اخديت الجرعة التانية. هدي في باب يعني كان نتبادلو معكم او كان تقاسمو معكم جزء من داك الشي اللي كان عيشوه. اه مش يقول شي مطابعة حال الحوايج اللي غادي تستفدوا منهم. فالمرة اللي فاتت من اللي فاتلي صولتكم مش خديت الجرعة اللولة. صولتكم قلت لكم واش هذا الدراع لي من او للدراع اللي صار كله واش قال ليه في واحد الصورة اللي احطيت في المنشورات على هاد القناة. اه غادي نجاوبكم دوا بانا المرة اللي فاتت كانت في الدراع الايصر. واليوم داروا للجرعة التانية في الدراع الايمن من اه لقاح فايزر. اه فبالتالي كان يكون يمكن سالي تدابة دارت جوج الجرعة ديالي. اه في هاد الموضوع بالضبط بغيت نقف واحد دقيقة ولا اقل. بزاف ديال الناس اللي قالوا اليوم اللي كانت تاخد الجرعة الاولى. اه كاللي كتجي سخنها. كاللي كتجي. كنقول احنا دقديقة تحصل بلاسك شوية عيان بغيت نعاسه وكذا. اه النصر صراحة لحد الساعة ما حسيت بوالو. موك ما عارفش اذا كانش حاجة قدام. ما لا اعتقد اه نهائيا. داك شي اللي كان حسبيه دا باكي بالليب يعني عادي جدا. اه في هاد الايطار دياللي قاح بغيت نوقف واحد لوقفة كذلك. بغيت نوقف واحد لوقفة خصوصا مع خطنة المغربة. والناس اللي كهمهم الامر من دول اخرى. ما في الناس اللي كيتسألوا. إعلاء المغريب في نوصل. اه المغريب بواش مزيان وواش ما مزيان وواش اللي دار مزيان واش ما مزيانش. غادي نجيو على ذكر هاد النقاط وغادي نبينو نقاط الايجابية المغريب. وغا نبينو كذلك النقاط السيلبيا الى اه اه من طبية الحال اه بغيتو م اللي ننتكلمو وتعمقو أكتر احتفظك شي اللي كيهمكم أنتما أو اللي كتشوفوا أنتما بأنها سيلبي إذن أنا دائما كنتكلم على الحاجة اللي كينكينة واللي ما كينش ما كينش اللي مزيانة كنقولوها واللي خيبة كنقولوها تهي فبالتالي بغيت فقط أنني نقف معكم عند هاد الأرقام اللي هي أرقام رسمية قبل ما نتكلموا على هاد الأرقام الرسمية بالنسبة الجرع اللي دارت في العالم كامل يكفي فقط أنني نقول لكم بالنسبة للناس اللي بقين كيتخوفوا أو اللي كيتردوا وهاد شي اللي شفيت معكم من نفسي وقلت لكم بأنني اخديت جوج ديال جرع ديالي وماشي أنا اللي ولدون نخداهم بزاف ديال الناس يكفي فقط أننا نشوفوا الأرقام العالمية الأرقام العالمية اللي اليوم العالم كيقترب من أربعات ديال المليار ماشي دي المليون من أربعات المليار وبالضبط تلاتات المليار وتسعمية وخمسة وسبعين مليون جرعاء عبر العالم فهذا شي كله لهذا الجرع كامل اللي دارهم العالم المغرب كيتمركز في المرتبة 25 بلغة أخرى أن المغرب سابق العالم كله باستثناء هات 25 دولة ومن لغا نمشي ونشوفوا هات 25 دولة غادي نقولهم لكم بسرعة غادي تفهموا اشنه هو المكانة ديال المغرب عالميا والمكانة ديال المغرب عالميا في هادة مسألة ديال اللقاح كتبين كذلك المكانة والقوة ديال المغرب عالميا في مجالة أخرى وهات الشرفات اللي نتكلم عليه لكن اليوم غادي نقفوا فقط عن ضد النقطة بغيتكم كلكم أنكم تأملوا في شحال من دولة كينا في العالم والمغرب كيتواجد في المرتبة 25 شكونوا هما ديال 24 دولة اللي سبقتنا وش حسن منا وش حسن منهم وشكون هما اللي مورانا غا نشوفوش غير هدوك اللي في 25 او اللي 24 اللي سبقنا لكن غادي نشوفو الدول اللي احنا اللي احنا موراهم يعني اللي سبقنا نحنا نتنفسوه مع المريكان ومع الصين ومع المملكة المتحدة وهاد الدول اللي هي قوية إذن في المرتبة الأولى قبل ما نوصلوا للمغرب كينا صين صين شابية اللي عندها مليار وخمسمية وخمسة وستين مليون جرعة تابعها الاتحاد الأوروبي كله مجموع بربعمية وربعة وخمسين مليون جرعة تابعها في المرتبة الثالثة الهيند اللي عندها ربعمية واثنين وربعين مليون جرعة تسمعون زيانا اللي ما بغيش ادروا ا RPM ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة ربعة اللي عندها 300 وحوالي 43 مليون في المرتبة الخامسة البرازيل اللي عندها مية وربعة وثلاتين مليون وخمسمية ألف جرعة ثم في المرتبة السادسة كينا ألمانيا اللي عندها حوالي 90 مليون جرعة وبالضبط 89.737 ألف جرعة ثم في المرتبة السابعة المملكة المتحدة واللي عندها حوالي 84 مليون ثم المرتبة 8 سمعوا الدول لقدامنا ثم المرتبة 8 جابون اللي عندها حوالي 80 مليون ثم إنجلتيرا اللي عندها أزيد من 70 مليون جرعة في المرتبة العاشرة فرنسا اللي عندها 69 مليون و 600 أقول تقريباً حوالي 70 مليون ثم في المرتبة 11 كل كين توركيا توركيا اللي عندها 68 مليون والزيادة ديالجورة في المرتبة 12 كل كين إحنا إيطاليا 66 مليون ثم المرتبة 13 كينها إندونيسيا وبزرد ديالناس اللي ما كيعرفوا ولو إندونيسيا من دول اللي تهياد دول اللي المهم بالنسبة للناس اللي بحتوها يعرفوشنا إندونيسيا إذن وصلنا قلنا إندونيسيا في المرتبة 13 عندها حوالي 63 مليون ثم المرتبة 14 الميكسيك بأزياد من 60 مليون حوالي 61 مليون عاد المرتبة 15 شكو اللي كين في المرتبة 15 روسيا روسيا اللي باقين كي تسنواشي الناس يعطوهم اللقاح روسيا كاملة في المرتبة 15 بمجموع 57 مليون جرعة ثم في المرتبة 16 كينا إسبانيا إسبانيا اللي كنا فيتنهم اللي عقلتوا واحد لوقت اللي اليوم عندها حوالي غادي نقولوا 54 مليون و 300 ألف جرعة ثم المرتبة 17 كندا عادوا كلهم قدام المغرب كندا اللي عندها 48 مليون ثم في المرتبة 18 أنا قربتها في المرتبة 18 كينا بولونيا اللي عندها 33 مليون أو 34 مليون حوالي 34 مليون ثم في المرتبة 19 كينا الأرجنتين بحوالي 30 مليون جرعة ثم المرتبة 20 سمعهم زيان المرتبة 20 شكولي كين باكستان باكستان بأزياد من 25 مليون ثم المرتبة 21 احنا كنقربوا للمغرب المرتبة 21 كينا الشيلي ثم الشيلي شحال عندها أزياد من 25 مليون جرعة المرتبة 22 احنا قربنا للمغرب المرتبة 22 كولومبيا اللي عندها أزياد من 25 مليون المرتبة 23 العربية السعودية بأزيد من 25 مليون ثم المرتبة 24 كوريا الجنوبية بأزيد من 23 مليون جرعة وفي المرتبة 25 المغرب المغرب اللي تجاوز 22 مليون جرعة بالمغرب فهمتوا؟ ما غاديش يمشي معاكم إلى الوراء لأنه غادي نقول لكم بأن أمورنا كينا هولندا وكينا الفلبين وكينا الإمارات العربية وكينا تايلاند وكي نزيد وزيد يعني العديد من الدول لا بقى ما وصلناش إلى الدول الإفريقية أن المغرب إلى يومنا هذا عنده أزيد من 95% من الجرعة الموجهة إلى أفريقيا عند المغرب إذن علش قلت هذه الهدرة كاملة؟ وسبحوا لي غا نعطيكم جوز الأرقام وغا ندوز الموضوع إذن من اللي كان نقول بأن المغرب عنده اليوم حاليا الآن دابة 22 مليون وصرف 22 مليون ديال الجرعة يعني 22 مليون و1500 هذا الرقم ديال الجرعة كي يعطي للمغرب أو كي حصل المغرب عفوا على هاد المرتبة اللي قلنا اللي هي عالمية 25 وكذلك بالنسبة للنسبة المئوية أن المغرب وصل حواليا 10 مليون ديال المغربة اللي داروا اللقاح ديالهم داروا جوز الجرعة ديالهم واللي العدد ديالهم بالضبط إلى حد الساعة على حسب هاد الموقع أنها 9 مليون وتسعمية ألف نقول 10 مليون بنسبة 26.77% يعني جوزنا أربع ديال المواطنين المغاربة يعني 40 مليون دونك 10 مليون ديجا ملقها ثم مكيننا 12 مليون و122 ألف اللي يلا أخذوا الجرعة الأولى ما زالا لهم الجرعة الثانية يعني من اللي غيرت تحقوا هادو بهادو غيرت نقول لي وكانت تكلموا على أرقام وأرقام كبيرة إذا سبحوا لي أنا أعطيت فقط هاد الأرقام باش هكذا نوضعكم في الصورة باش نعرفوا رسنا شكون حنا واشنو دار هاد المغرب شنو دارت هاد الدولة ديال المغرب واش هاد في هاد الموضوع ديال الكوفيد وديال اللقاح واللي عنده علاقة بزاف ديال القطاعات منها السياحة منها مغاربة العالان منها الاقتصاد الوطني منها الحماية ديال الصحة ديال المواطن شفنا المغرب في هاد الأسبوع الأخير على أن ننشر واحد البيان لي كيطلب من المواطنين أو كيخبر المواطنين أن جميع المراكز ديال اللقاح في المغرب غا تقام حلولة الثلثة منية ديال الليل ومعارة الثمانية وزاد من هاد العدد ديال المراكز في جميع الأحياء وفي جميع المدن وفرق الطاقات يعني وفرق العنصر البشري وفرق كذلك اللقاح اللي غادي يتبع هاد العملية ديال التلقيح ديال المواطنين ولي المغرب اليوم وصل لسن ديال 25 سنة يعني يرى ماشي سهلة باش غادي نصله لهاد المركز وغادي نصله يعني هاد المستوى لأنكم هاد الهضراء اللي كان نقول ده با هاد جيكم أرقام وهضراء ودك شي لكن أنا بغيتكم تذكرها من اللي غادي نساليوا اللقاح وغادي نساليوا بزاف ديال الدول اللقاح ديالهم وغادي نطلق العالم يعني في السباق للجولة الثانية غادي نقوله غادي بدا واحد السباق آخر اقتصادي واجتماعي ولا آخره وغادي تكون هاد الدول اللي لقاح الشعوب ديالها هي الأولى اللي غادي تنطلق في خط الانطلاقة ديال واحد السباق آخر يعني الدول في المصالح ديالها وكذلك يعني في تحسين ديال الوضعية ديالها الاقتصادية والاجتماعية ونتمنى وكذلك أنها تكون كذلك سياسية لماذا لا؟ إذن أنا لستعرضت عليكم هاد الأرقام لأن بزاف ديالناس أو كين الناس اللي باقي كيشكو باقي الناس اللي باقي كيترددو كين الناس اللي باقي كيتفلسفو وهذا اللقاح ما عارفش كيفاش من هنا من اللي هي اللي احنا اليوم كنشوفو قلنا تقريبا أربعات لمليار ديال الناس عبر العالم اللي ملقين وتكلمت على الدول كنشوف البلاد مثلا بحل بحل إيطاليا اللي راكم عرفتوا شنو كنترى فيها ديجا يعني كينا أزيد من ستوستين مليون جرعة واللي ديجا تجاوزنا واحد نسبة كبيرة 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 بزاف بالنسبة لنسبة المئوية كذلك الدول الأوروبية اللي كل ما كان عارفوها إذن هاتشي على شكلتو أنا يا بريت نقولو بالنسبة للناس اللي باقي كيتفلسفو كنقولو إحنا يا أو باقي كيتلاعبو بصحة ديالهم وبديال الناس اللي قرابين لي ونسمحونا حتى دارة موضوع الساعة والناس اللي ما ندياش فيها علاش لأنه اللي فاتوا لأنكم ملفتوكا تسمعوه قلت الأرقام بالنسبة لكم غير أرقام والسلام يعني أنها نفسية ديالنا في اللي أول كنتقولي عندنا عادية بحل شي حرب هنا بغيتك نتكلم على المغرب لدقيقة أو أقل من دقيقة اللي كانقول اللي بغيت نقول فيها عفوا أن المغرب بهذا الأرقام اللي دار إحنا الصحة ديال المواطن وإحنا الاقتصاد ديال البلاد من طبيعة الحال يعني بقي بمشي بشكل اللي يخصو يكون به ولكن إحنا في الطريق الصحيح يكفي غير من اللي كانقولو بأننا معا 25 دولة في المقدمة ديال العالم وهذا الأرقام اللي عرضت عليكم ديال الدوال بحل الهيند بحل الصين هنا را كنتكلمو على الدول اللي عندها مليار ونص ديال عباد الله يعني ديال الساكينة اللي حنا ربعين مليون إذن ديجا احنا في هدك المستوى ديال دوك الدول فاش كنشوف إيطاليا وفرنسا وإسبانيا اللي عندنهم ما بين ستين وسبعين مليون كيتواجدوا يعني بعد المرتبة عشرة يعني فرنسا وقيلها يلو ولا دبا ديجا في المرتبة عشرة وتبعها إيطاليا وإسبانيا كنتتواجد في المرتبة 16 كنتكلمو على هاد الدول أما هولندا فهي مورانا وبلجيكا ودوك الدول أخرين فمنطبيعة الحال أن المغرب فيتهم هنا علش كنقول هذا الأرقام باش نحاولو نستحضرو شكون حنا شنو درنا وشنو درت هاد البلاد شنو دار هذا المغرب شنو دار قاع نطرحوا هاد السؤال على نفسنا والجواب اللي قاوه اللي هو هذا ونتأملوه مزيان في الجواب ديالنا نقولو احنا المغاربة المغرب ديالنا في المرتبة 25 فين؟ واش إفريقيا؟ لا عالميا وأعتقد أيها الإخوان والأخوات اللي كتابعونا ولي كتشوفونا وسمحونا لأنه كان بغير نوقف عند هالتأملات أنا دائما كان حاول نتأمل في المواضيع سواء كانت خيباء أو مزيانة وكان حاولو أنها نتقسموه معكم فبليه غادي نشوف المغرب اللي البعض بقي كيقول اه المغرب هذا غير المغرب لا دار المغرب وأجر كالله ما نتكلمش على الأمور السياسية ولا الأمور الديبلوماسية ولا الاقتصادية ولا أشياء اللي المغرب قام بها بقوة يعني كيبيلك بأنها بلد قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ما كيقولش بأن يعني المغرب كان قولوه بأن يعني القوة الإقليمية من منطلق فراغ لا كان قولوها من منطلق ديال المعطيات وديال المعلومات الاقتصادية والمحاربة ديال الوباء وكذلك يعني في البنية التحتية ديال المغرب هاد الأمور كلها والعلاقات الديبلوماسية دياله والعلاقات مع الدول هاد الشيء كله كي يعطي تساوي القوة الإقليمية الواضحة البينة اللي مع لها شيء الجدال مع شيء الضار تفهمنا؟ يعني الحمد لله ما نقصنا في المغرب لا ما ولا لا مكلة ولا لقاح ولا أي شيء نقصنا واحدة حاجة مهمة قولينا قصة بزاف ديال الدول العربية والدول الإفريقية هي واحدة المسألة ديال الانضباط ديال المواطنين والإيمان بالنفسنا إيمان بالقدرات ديالنا المغربية الإيمان بدك الشيء اللي يحقق المغرب هاده مشي شعارات مشي هدرات ديال بلا بلا هاده معطيات صحيحة معطيات بين العالم كامل ماشي اللي حيث أنا كنقولها إذن أنا فش كنت أمل في هاد الأرقام وعلاش عرضت عليكم بالضبط هاد اللائحة ديال 25 بلد اللي هما يعني اللي مبينهم المغرب بغيت الناس باش تفهم شنو يا المكانة ديال المغرب عالميا مكانة ديال المغرب عالميا كتبتها هاد الأمور دي لأن اللي قح اليوم ما شيش حاجة اللي بسهولة حتى الدول اللي عندها رغبة باش تلقح أنها تلقى وشفنا أشنو ترى مؤخرا في تونس الشقيقة وكذلك في الجزائر اللي إلى يومنا هذا بقى الله بقى علاموا لنا شفنا قبل أيام أن ناتوا الناس اللي هما معروفين يعني في الساحة سواء في الجزائر أو في المنطقة شفنا الموت ديال هاداك الصحفي الله يرحمه كريم بوسالم أعتقد اللي الاسم ديالو خدمت في القناة في إحدى القنوات التفازية الجزائرية اللي بقي صغير في الصين زي ما بقي كان تكلموه إلي عنده ما عارتوش عنده خمسين سنة ولا ما زال ما عندوش اللي توفى الله يرحمه واللي كان كي يخدم العصابة ومع ذلك ما عقلوش عليه ما عقلوش عليه صفته والفرنسا والبلجيكا والألمانيا التعالج لأن حتى لوكسيجين ما كان شو بقى السيد مسكين اللي تكلمت على السيد ماشي غيرات السيد اللي مات في الجزائر ماتوا ناس كتار والتاشي واحد ما كيتتكلم عليهم الحالة الوبائية من طبيعة الحال وصلات يعني الكارثة لأنه لا يعقل علش كيف نقولها لا يعقل على أنه في المغرب كين هاد الحالة في جميع دول العالم نغنشوف غير هاد المنطقة غير هاد الخط في المغرب أنهم كين الحالة اللي كنشوفه المغرب قبل يومين قريت رقم ديال أزيد من خمسة ألاف إصابة في نهار واحد أو ربعة ألاف وشي حاجة العدد ديال الوفايات كيتجاوزو العشرين وفي تونس كنشوفو كذلك يعني الأرقام بهاد المستوى رغم بأن تونس صغيرة وكنشوفو العدد للوفايات عندهم كتار وفصل الجزائر سادين ما خرجوا لأرقام لتا شي حاجة اللي بغي يموت يموت اللي ماتش بكوفيد يموت بالعطش اللي ماتش بالعطش يموت بالجوع اللي نقصوا الزيت اللي نقصوا السكر وكلقى مع ذلك كلقى بعض الطفيليات اللي كيدخلوك يسبو في الأعراض هاتش يسميتهم طفيليات مش ما تفهمونيش غلط في الأعراض ديال الناس وفي الأعراض ديال المغاربة هكذا غير حقدا بدون أي يقدم لك أي معطى أنا فش كان جي نتكلم على المغرب كواحد من ربعين مليون ها ني كان جي نتكلم على المغرب كان تكلم لك بمعطيات وبأرقام اللي يمكن لك تنته تشوفهم إلى بغيتي وإلما لقيت يومش وإلما لقيت يومش ممكن نصبتهم لك وتشوفهم ممكن هنا أنا كنحاول ندير واحد تأمل اللي هو تأمل إيجابي كنحاول كذلك أننا ننتكلم فيما أو ندير تأمل في الأمور اللي هي سيلبيا السيلبيا تكيخصنا دائما أننا نشوفها من الزاوية المفتوحة ديال 360 درجة أننا نشوفوا شنو اللي دورنا نحنا كمواطنين كناس كيعيشوا في المغرب وأشنو الدور ديال الدولة وأشنو الدولة ما دارتش وأشنو ما درناش حنا يا ونبدو من نفسنا حتي كي يقول لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ماشي بالقوم ماشي نغير القوم هو الأول القوم اللي هي الدولة نغير نفسي بعدها أنا أولا وكل واحد تحمل مسؤوليته كل واحد يدير ذاك الشي اللي خصو يدير عادك الساعة نحاس بالقوم يعني الدولة والأمة شنو درنا وشنو ما درناش إذن نشكت لكم هذه الهضراء لأنه كنشوف المجهودات اللي كانت تبدل اللي كيبدلها يعني المغرب في هات السياق وفي قطاعات أخرى وكنشوف ردود الفعل أو التعامل ديال بعض الأشخاص ومليه نقول البعض كنقول واحدة نسبة كبيرة ديالناس اللي ما كيلتزموش بهات الشي واللي كنشوفهم كيهضروا بحامس وللأسف الشديد أنه أحيانا ناس كنعتبرهم متقافين كنشوفهم كيهضروا هاد اللغة ديال الشارع هاد اللغة ديال السعطاف هاد اللغة ديال التباكي اللي كنكرها لأنها لغة الفشل واللغة اللي كترصخ وكتأسس للفشل أولا للعقل النفسي ديال الشخص ومنه الفشل ديال العام ديال كل شي فما يمكنش غنكون أنا ساكن في واحد البلاد اللي غتوفر هاد الأمور لليوم أنا ده بتكلمت لكم على اللقاح في المغرب ما تتكلمش على الأكسجين ما تتكلمش على الكمامات ما تتكلمش على هذه الأمور اللي الدولة خصت ديرهم بابها ودرتهم إذن ماذا علي أنا شنو علي أنا كمواطن أو كمواطنة يعني أنت وانتي والآخر اللي كيشوفني شنو عليك شنو خصك الدير أنت شنو خصك الدير هو أنك تطبق هذوك الإجراءات الإحترازية باش تحميه بعد نفسك وتحميه معز عليك ديال الناس اللي هم أقرابين لك وتحميه المجتمع ديالك وعواض يقعدنا ألف حالة في النهار يقعدنا خمسة ولجوج ولقاعد نصر السفر عواض يموت يموت يعدنا عشرة أو عشرين ديال الناس ما يموت عندنا التواحد ها شنو خاصنا احنا كمواطنين مغاربة خاصة هنا كنتكلم مع الناس اللي كعيشون الداخل هاللي خاصنا نديروه فالوقت اللي الدولة ديالنا مفرننا هاد الاشياء مفرننا هاد الامور اللي هي صبحات من الضرورية اليوم ما يمكن لكش تقول لي ما تلقحش لأن العالم يتجه نحو تلقح جميع مواطني العالم كيفاش كثير منكم كيعرف هذه المعلومة والبعض منكم ما كيعرفاش ولكن ما فيها بس أنني نعودها أن الدول الغربية بما فيها هنا فيمكن توجد أنايا في هذه الدولة الأوروبية أن فرضات اللقاح يعني ماشي مفروض كما دارت فرنسا ولكن بشكل آخر حتى على الأطفال من 14 سنة أطلع الفوق وخسوم هاد الاطفال يتلقحوا قبل دخول المدراسي في سبتمبر الجاي أي بقينا شهر كيغساد الولدات يتلقحوا باش يمكن لهم يتبعوا الدراسة ديالهم عن قرب إذن خدموا شو يعقلنا مليك تجي واحد الدولة عندها الخبراء ديالها عندها العلماء ديالها عندها الاختصاصيين في هاد المجال ديال اللقاح وديال الأوبئة وا 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 هاد ديرا إيطاليا ماشي أي دولة أنا غتلقى حدري صغر وغي يجي واحد يعني يكتفوا قد جمل وغي يقولك والله ديال اللقاح هذا را قالوا ما قالوا ما قالوا وش كي نشي دولة غادي تلقحوا ليدات صغر غي يجي تاني شي واحد يقول لي وش كي نشي دولة كي يلقحوا مرا يمكن غير لما هاداك اللي كي يديروا اليوم وديك الهضراء الخاوية اللي إيطاليا ما يمكن لها الشي مش غي إيطاليا ما كانت تكلمة إيطاليا مش غي إيطاليا بوحدة دونك بزر ديال الدول اللي غي يلقحوك لوليدات الصغر 14 سنة اللي بقي يجاي في الطريق وعاد كي يجي واحد عنده ما نعرفش حال عنده في عمره ما كيهمناش العمر وكي بدي زع ما كي يدير فيها الفاهم والمحلل في الأوبئة رغم بأن تجي واحد ما فهمت لعبات هاتشي هذا فقط أنه عرفنا بأنه شي حاجة اللي ما كتدرش وخير دليل على هذا هي الأرقام الحاصلة في إيطاليا منذ يعني هاد الفترة الأخيرة يمكن لي تنقولهم لكم إلى ما كترينش أنه كتر من الشهر هذه ما وصلناش عشر هذه الوفايات اليوم ليش ترقم طلعك ذوي عشرين أما الأيام الأخرى كلها وصلت البارح ولولبارح ثلاثة ديالنسي بتوفى في إيطاليا بكوفيد ثلاثة عقلته إيطاليا بأنه كانو كيموتو أزيد من ألف في النهار البارح ولولبارح البارح ولولبارح ما عقلتش ناتو ثلاثة وهات سيمانة كلها كيكونوا سبعات ثمينية أول نهار اللي طلعتني شوية الرقم هو اليوم للعدد ديالهم 24 من اللي كان نقوله 24 حالة وفات قريبا قد المغريب لأن حتى العدد ديال الإصابات الجديدة اليوم أو الحالة الجديدة المؤكدة هي 4500 في إيطاليا كاملة واللي شفت الجهة ديالي لي كينا 400 حالة اللي مولفى غير بوحدة كتكون في 4000 غير في الجهة اللي فين كان سكن أنا شكرا للمشاهدة